مساء الخير على حضرتكم مساء الخير معالي الدكتور أهلا مساء الحمد لله على السلامة الله يسلم بقالناك كتير قوي مشرفتناش بقالناك فترة لا إن شاء الله تسمح ظروف حضرتك وتنورنا كما عتدت من أنت تنورنا على فترات متقربة يعني أنا بدون مقدمات كان عندي موضوع شغلني وأظن أني شغل كتير من الناس في الفترة الأخيرة وهو موضوع الهيدروجين الهيدروجين كمصدر بديل عن الطاقة الأحفورية لكن لما طرحت السؤال على الدكتور يسري أبو شادي فجأت أن المسألة مش هيدروجين أزرق ولا رماضي ولا أغضر اللي هو طبعا أهم وقود بنتكلم عليه ده ليه ألوان كثيرة وقصة كبيرة فموضوع حلقتنا النهاردة نفهم إيه قصة الهيدروجين وهل يمكن أن يكون بديل فعال عن الوقود الأحفوري اللي بيهدد الكرة الأرضية ببديل من التلوث واستثماراته والتكنولوجيات اللي مستثمرة فيه إلى آخره معنا الدكتور السؤال الأول خالص إيه قصة الهيدروجين ده دي طاقة جديدة على الكرة الأرضية ولا هي مستخدمة تمام سؤال جميل ونقول هو إيه اللي طلع الهيدروجين في الإعلام بالشكل الكبير الفترات الأخيرة ده هي فنقول ببساطة شديدة يعني أنتو كلكم تسمعوا عن الاحتباس الحراري اللي موجود في الأرض وزيادة درجة الحرارة والمشاكل الكبيرة جدا اللي ممكن تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة لدرجة أن ممكن بعض الدول وبعض الجزر تختفي تماما بسبب ارتفاع الحرارة دي بسبب طبعا الملتنج بتاع قطب الزات القطب الجنوبي ولا قطب الشمالي والماء ارتفاع مستوى الماء ما بين 2 متر و 5 متر إليك فتختفي بعض البلاد إذن إحنا عندنا مشكلة طب الاحتباس الحراري ده جاي منين جاي من انبعاسات سانيوكسيدي كربون جاي منين سانيوكسيدي كربون من 200 سنة بدأ التوازن البيئي في الأرض يتغير ما بين دايما كان بلاس ماينس ومعادل نفسه ما فيش تغير في درجة الحرارة تقريبا الدلتا بتاعته دي لها صفر لكن من 200 سنة بدأت الثورة الصناعية وبدأت استخدام الطاقة بصورة خاصة الفحم والبترول بعدها ودولا كلها مصادر انبعاس كبير جدا لسانيوكسيدي كربون طيب سانيوكسيدي كربون ده بيعمل ايه؟ لما بيطلع فيه الجو العادي بتاعنا ده هو في البيئة بيؤدي إلى عدم انعكاس أشعة الشمس يعني أشعة الشمس تنزل على سطح الأرض وتيجي تنعكس حسب القوانين الطبائية بتاعتها سانيوكسيدي كربون يمنع الانعكاس بتاع الشمس مرة أخرى للخارج طيب معناها انه هو بيحبس الطاقة الشمسية ده هي يحسبها على سطح الأرض يؤدي لإيه؟ يؤدي ارتباع درجة الحرارة طيب حصل إيه خلال المتين سنة اللي فاتت درجة الحرارة زادت بمقدار واحد واثنين من عشرة لحد عشرين عشرين طيب لو الكرب بتاع لو تشوفه يعني منحنة زيادة درجة الحرارة تلاقي منحنة تصاعدي شديد جدا لدرجة أنه هيوصل إلى أكتر من درجتين على نهاية هذا القرن طيب لو استمر هذا ايه؟ زي ما قلتلكه هيحصل مشاكل رهيبة جوارس إذن أنا بحتاج أوقف ثاني أكسيري كربون اللي هو بينتج بصورة أساسية من مصادر عديدة أهمها الطاقة والوقود الإحفوري وبصورة خاصة الفحم أو الكربون يعني والبترول والغزة الطبيعية دول أهم المصادر الطاقة اللي بيتحولوا إلى ثاني مفتدي كربون إذن أنا عايز أغير من أسلوبنا في الطاقة بدور على طاقة نظيفة طيب هنا بقى نيجي ندور هو فين مصادر الطاقة نظيفة المصادر الأساسية زي ما احنا عارفين الشمس الرياح النووي دولة يمكن أهم مصادر للطاقة النظيفة طيب أنا عندي مشاكل الشمس دي ما بتشتغلش اليوم كله الرياح برضو بتروح وتيجي أنا نهارده لما بعمل عربيات الكهرباء بنهاية بشحن الكهرباء في البطاريات العادية ده هي من خلال كهرباء جاية من محطة بتروض ولا فحم ولا غصب بيعي ولا إلاخ طيب يبقى أنا كده عربات الكهرباء مثلا ما حالتلي حالتلي جزئيا مشكلة التلوث لأن في الشوارع طبعا هيبقى العربية نضيفة تعربية الكهرباء لكن شحن البطاريات وشحن العربات الكهربية جاية من مصادر ملوثة للبيئة طيب هل ممكن أن أنا أغير المصادر دي هنا بدأ الاهتمام بالهايدروجين ليه الهايدروجين لأن الهايدروجين مصدر العادم بتاعه الميا يعني لما بحرقه بيتحد مع الأكسجين يكون دي مياه H2O الده مياه المياه غير ملوث إذن فكرة إن أنا أعمل هيدروجين فكرة جميلة جدا طيب أنا بعمل بقى الهايدروجين دي بخلقه إزاي أخلقه بعدة مصادر إما مثلاً أجيبه عن طريق سواء الفحم أو الغاز الطبيعي أو الميسان اللي هو CH4 ده الميسان أنا ممكن أن أنتج الهايدروجين الهايدروجين مش موجود في الهوى تقريباً يقترب من الصفر لكن هو موجود كمركب موجود في المياه البحار مياه البحار موجود في بعض المركبات في الصخور في الأرض في الحاجات المختلفة دي تشكل ما يقرب من ثلاثين المادة بتاعة الكرة الأرضية دي كلها هو الهايدروجين إذن هو موجود بكسرة متفاق وتوافر لكن الهايدروجين جاز الغاز نفسه مش موجود بكسرة إذن لازم أنتجه هنتجه بقى إزاي نيجي بقى نشوف الطرق يا إما إن أنا بسخن المواد دهية اللي هي في الغاز الطبيعي أو الفحم أو بتاعها وعد عليها مثلا بخار ماء ساخن أو بتاعها وأحللها إلى هيدروجين وكربون وبالتالي أطلع الهايدروجين لكن المشكلة أو أطلعه من المياه أو أطلعه دي طريقة أو أطلعه من التحليل الكهرابي من المياه أو أدور في بعض البطن والأرض في الصخور والبتاع العاجات دي بنسب ضعيفة يعني وبعد كده بقى بيسموا الألوان المختلفة إذن هي المسألة بمنتهى البساطة إنه العالم بيبحث عن مصادر طاقة نظيفة علشان مصادر الطاقة اللي موجودة ملوثة للبيئة وبالتالي وجد ضلته في الهايدروجين اللي هو مش موجود بشكل يذكر في الطبيعة ولكن هو مكون من مكونات المياه ومكون في بعض مصادر الطاقة الأخرى أو المواد الكيميائية الأخرى أو حتى في بعض المواد الموجودة في بطن الأرض زي الميثان إلى آخره وبالتالي بيتم فصله واستخدامه كمصدر للطاقة هنا يتبقى السؤال بما أنه مصدر مكون وبيتم فصله عندنا مجموعة من الأسئلة إحنا بنسمع عن ألوان للهايدروجين الهايدروجين الأزرق الهايدروجين الرمادي الهايدروجين الأخضر وسمعنا عن الفصدوقي إلى آخر ده معناها أنه دي بتوشير ألوان رمزية إلى مصدر الهايدروجين المصدر اللي الهايدروجين بيتاخد منه طيب قبل ما نتكلم على الأنواع ألوان الهايدروجين نقول هو الهايدروجين أنا عايزه أعمل به إيه الهايدروجين أهم سبب للوجود وتخليق الهايدروجين أنه مصدر للطاقة النظيفة زي ما قلنا أنا ممكن بحرقه وبديني بيطلع لي طاقة وبعدين الفضلات بتاعته هو أنه بيطلع مية فإذا هو مصدر طاقة نظيف كطاقة نفسها ممكن يطلع لي كهرباء ممكن يعمل لي هيتنج للبيوت الجزء الثاني الهام قوي أنه بيستخدم في وسائل النقل عربيات في بطاريات تشتغل بالهايدروجين بتطلع كهرباء البطارية بتاعتها لو خلطته مع الليسيوم ممكن تقعد خمستاشر سنة وده اللي بينتجوه دلوقتي وهو الحقيقة كانت موجودة للبطاريات الهايدروجين الليسيوم دي من سنين طويلة كانت بتستعمل فيه الساتلايت وفيه المركبات اللي هي بتعيش كتير برا في الفضاء في الفضاء فهو كانت موجود ولغواصات ولغواصات مكانش مطبق يعني بشكل اقتصادي يعني لأنه كان غرضه استراتيجي أكتر منه إذن فيه يعني أهمية الهايدروجين الطاقة تغزين الطاقة ودي نقطة من أهم النقط إنه كان بيجي أوقات كتيرة زي الطاقة الشمسية أنا ما عنديش شمس وبالتالي أنا عايز مصدر للطاقة المستمرة عايز أنتك كهرباء مستمرة 24 ساعة فباجي أخذ جزء من الطاقة دي أطلع به هيدروجين واجي بالليل مثلا أروح مشغل البطاريات الهايدروجين ده هي تطلع لي كهرباء وتستمر لا للتوضيح تقصد إن أنا بلد عندي مثلا أنتج طاقة من الرياح الرياح سي مثلا التربونات بتشتغل بالليل أنت حرج بتقول إن نفس الطاقة دي اللي بتشتغل بالليل ممكن تستخدم لتوليد الهايدروجين وبالتالي الهايدروجين يتم تخزينه في بطاريات والبطاريات تشتغل بقى يعني على طاقة في الوقت اللي أنا عايزة في الوقت اللي أنا عايزة بالضبط إذن تخزين الطاقة ده من إحدى أهم ميزات الهايدروجين والهايدروجين بالمناسبة هو غاز عشان هنتكلم عن الهون دلوقتي هو غاز لا لون له ولا طعم ولا ريحة يعني هو غاز شباب ما تشوفوش يعني غير ملون ولا غير مجهز إن انت تعرف فيها حاجة هو الهايدروجين غاز غير سام يعني بالمناسبة الهايدروجين الغاز ده ممكن يبقى سائل ممكن لو عنده بس ناقص 250 درجة مقوية ممكن تحول إلى مية زي سائل يعني ممكن يستخدم زي الغاز بشكله الغازي أو بشكله سائل سائل زي ما بالناتشرال الغاز الطبيعي ما بنحوله السائل عشان تسهيل النقل والحجم بتاعه يبقى أصغر يعني فإذن دي الوسائل المختلفة ده الهايدروجين بقى ودي مواصفاته نيجي بقى ملقى لإيه حكاية اللغة ناس اتلغبطت وناس كتيرة يمكن متخيلة ان الهايدروجين ده لونه بصحيح أخضر ولا لونه أزرق ولا انه له ألوان يمكن لو حد بص كده في الجوجل خيبصها يلاقي في عشرة لوان مختلفة بيتكلموا فيها هيدروجين ده زي ما حضرتك قلت ده كلام مجازي يعني ما هواش حقيقي لكن هو تعبيرا عن التأثير البيئي لهذا الهايدروجين ومصادر تكوينه واستخدامه احنا متفقين بوقتي ان الهايدروجين ده مصدر نظيف للطاقة لكن المصادر اللي بتنتج الهايدروجين دي متشكلة بقى لها أنواع مختلفة ممكن ملوث وممكن غير ملوث أسوأ واحد فيهم اللي هو بيسموه الهايدروجين الأسود ده اللي طالع من الفحم النباتي اللي هو الفحم العضوي زي الشجر والأكل والحاجات ده هي ده أكتر واحد بيطلع سينوكسيد الكربون وبالتالي هو التلوث الأقصى عشان كده سموه اسود فيه بوني ده بيونتج في الوقت الحالي آه كان بيونتج طبعا وبصورة خاصة في الصين هي كانت بتنتج كتير لأنه كان موجود ورخيص قوي ده أرخص أنواع الفحم حلو جدا أرخص أنواع الهايدروجين الفحم أولا اللي طبعا هيطلع هايدروجين رخيص طيب تمام يبقى ده عندنا الهايدروجين الأسود اللي بيجي من الفحم النباتي وعندنا الهايدروجين البني اللي بيجي من فحم الحجري فحم الحجري هو الفحم اللي موجود في المناجم في الصخور في الحاجات ده هي ده قيمته أكتر شوية وأغلى وبالتالي برضو استخداماته حسب الاقتصاديات لكن يقدر يطلع منه هيدروجين بيسموه بني قبل ما تكلم على الهايدروجين الأخضر فيه عندنا أنواع تانية زي الهايدروجين مثلا أنواع تانية من الهايدروجين نحن وصلنا بلوقتي أنه الاسود ده بتاع الفحم النباتي البني الفحم الحجري الرمادي واللي هو منتشر تقريبا ممكن أكترهم في العالم ده بينتج من الغاز الطبيعي والميسان من منتجات البترول يعني البترول والغاز الطبيعي والميسان بعد دولا بيطلعوا التلاتة اللي فاتوا دول كلهم في الهايدروجين الأزرق ده الشهير ما أنا لسه هاجي دولا بيطلعوا سانوكسيدي كربون في الجو كده زي منترع بالنسبة عالية جدا لو أنا حطيت فلاتر قوية جدا تمتص سانوكسيدي كربون ده هي وما اتطلعوش أو تقللوا بعز بتاعه في الجو في الحالة دي أنا وبعد كده أتخلص منه بطريقة كيموية أو بطريقة أخرى بيسميه الهايدروجين الأزرق لو أنا يعني منعت ان الهايدروجين ده يطلع زي ما هو بس طبعا ما بقدرش منعهم هي مية لكن بدرجة ودالش الدول الذات اللي عندها فائط في البترول زي الدول الخليج متميزة فيه لأن عندها مصادر كبيرة ممكن تولد منه الهايدروجين الأزرق لأن السعر كمان لو ينجي هنتكلم على السعر السعر تدريجيا بيزيد حسب اللون يعني أرخصهم زي ما قلت السويد ثم البني ثم الرومان دي ثم الأزرق الأزرق أغلى شوية يعني كنا بنتكلم على أن كيلو جرام الهايدروجين من الوقود الإحفوري ده هو بيبقى بيتراوحة بحدود من 1 إلى 2 دولار لكل كيلو جرام الأزرق من 3 إلى 4 يعني ممكن ضعف لعشان طبعا تكاليف الفلاتر وتغزين الكربون ده هو نيجي بقى بعد كده طيب هو ما بيش بقى غير كده عايزين بقى نوصل إلى الأخدر طبعا أقول لو أنا المصدر بتاع إنتاج الهايدروجين ده يعني يكون من طاقة نظيفة من الأصل نرجع بنقول هو إيه بقى مصادر الطاقة النظيفة أقول الطاقة الشمسية طاقة رياح مصاقة المية ودول عشارهم يعني والنووز إذن المصادر دي كلها لو أنا هو ده دولا كلهم لا ينتج عنهم ثاني أكسيدي كربون وبالتالي ما فيش حاجة اسمها احتفاس حراري بالنسبة له لو هما دول استعملتهم طلعوا كهرابا أنتجوا لي هيدروجين بطريقة التحليل الكهرابي لأن تحليل الكهرابي دي هي دي طريقة غير ملوثة إطلاقا هي مية وبجيب قطبين كهرابيين زي ممكن معظم الناس عاربوا واخدوا التجربة دي هما في المدارس من القطب الـ positive والنجاتيف طبعا الـ hydrogen هيروح للنجاتيف والتانية الـ oxygen يروح للـ positive وهكذا بحيث أن نبصل الـ hydrogen بطريقة نظيفة من غير ملوثة لا المصدر الكهرابي اللي أنا بستعمله ملوث ولا المية اللي أنا بحللها بالطريقة دي ملوثة ده بيسموه الـ hydrogen الأغضر وبالتالي العالم كله نفسه يوصل لهذا طب ليه العالم ملاجأش لهذا ببساطة شديدة لأن سعره الحالي يتقطل 10 دولار يمكن معظم الـ 15 دولار خلي بالك احنا اتكلمنا لوقتي من 1 الى 4 اللي هو الـ hydrogen الأقال ده مرة واحدة بنط هتبعوه أنا أقدر أرقص ده آه ممكن أرقص ده اللي جاء أرقص ده عن طريق ترخيص مصدر الكهرباء نفسه اللي بيطلع ليه الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية الى اخره ومساقط المياه والطاقة نوية إذا تطورت التكنولوجيا أكتر وبقت أرخص وتستخدم على تطاقة واسعة بأرخص وبالتالي قدر أطلع منها الـ hydrogen الأغضر الحقيقة هو موضوع يعني جذاب جدا ويستحق ان احنا نخصص له حلقات تانية بس أنا عندي سؤال سغلطت بالمرة لأنه الناس هيسألوني الألوان التانية سريعا جدا سريعا جدا يعني احنا وصلنا دلوقتي الى الاسود البني الرماضي الأزرق الأغضر تمام جم ناس حابوا بقى يعرفوا يفرعوا بين مصدر الكهرباء اللي جاي من الطاقة الشمسية والرياح وما بين مصدر الكهرباء اللي جاي من النووي والحقيقة اللي اتنين غير ملوسين ولا يصدر عنهم سانيوكسيدي كربون فسموا واحد سماه هو الحال اللي فيش تعريض رسمي اللي هو البنبي والتاني سماه الأصفر تسمية بعض الناس سموا انه الهايدروجين اللي بيتم توليده باستخدام الطاقة الدووية بالبنك أو قال مواحد مرة قال بمبي وردي والتاني قال أصفر هل فيه ألوان تانية فيه الممكن تطلع من الأرض لو انت طلعت الهايدروجين ده من الأرض وبشكل يمنع انك تخزن سانيوكسيدي كربون اللي طالع معاه فيه مخازن قوية ومغلقة بحيث ده بيسميه اللي هو الأبيض فيه ناس تانية بتعرف لا ده فيه هيدروجين تاني أنا بجيبه من البلاستيك ومن الفضلات الأضوية لو أنا يعني تخلصت الناس من الفضلات بتاعيتها ومن البلاستيك ده فأنا هقدر أطلع هيدروجين الفضلات بمعنى القمامة اللي تخرج من البلاستيك القمامة بالصورة خاصة البلاستيك لأن البلاستيك ده موجود فيه مواد عضوية فيها الهايدروجين وفيها الكربون طب الكربون أعمل فيه ايه؟ أعمله ورده أخزنه في مخازن نفس الكلام اللي قبل كده لكن الميزة بقى هنا ده عشاني كربون ولا الهايدروجين؟ الكربون السانيوكسيدي كربون اللي مفروض هيطلع في الجو كفضلات لا أنا باخده بخزنه في مخازن محكمة الغلق طب ما هو ده شبيه بالأزرق أقولك لا يفرق عن الأزرق في ايه؟ إنه الكربون اللي طالع ده هو أنا يعطي تلوث من الفضلات دي الفضلات دي أنا محتاج بها أنا هتخلص منها ازاي؟ فأنا بتخلص منها بنتج منها هايدروجين وفي نفس الوقت بخزن السانيوكسيدي الكربون لحد معرفة تخلص منه بطرق مختلفة فده سموه بقى تركواز فيروزي حاجات كده يعني فيه ممكن عشر ألوان مختلفة يعني بس هو لا لونة ولا طعم لو عشان محدش لغبط فيش ألوان إذن الخلاصة معالي الدكتور إنه الهيدروجين أصبح الحديث كثير عليه باعتباره مصدر جيد جدا بديل غير ملوث للبيئة بديلا عن الوقود الأحفوري اللي العالم عاوز يقلص استخدامه منه وإنه ده مش موجود في الطبيعة وبالتالي هم بيستخلصوا من مصادر مختلفة أهمهم المياه أو بعض مصادر الوقود الأحفوري إلى آخره وإنه الألوان المختلفة اللي بتسمى بالهيدروجين الأزرق أخضر على حسب المصدر اللي هيتم منه أو الطريقة اللي هيتم بيها توليد الهيدروجين أهمهم واللي إحنا العالم كله بينشد أنه يعتمد عليه هو الهيدروجين الأخضر لأنه هو بيتم توليده وليكن من المياه ولكن الطريقة اللي بيتم توليده بيها بيستخدم فيها تكنولوجيا أو مصدر طاقة نظيف تحديدا الشمس أو الرياح وده بيفصر لنا لبعض الدول المتقدمة بتحاول أن هي تستورد الوقود الأخضر ده ولهيدروجين الأخضر من دول نامية زي دول الشرق الأوسط لأن عندها قدرة كبيرة جدا على توليد الطاقة من الرياح ومن الطاقة الشمسية فدي ميزة كبيرة جدا للدول المنطقة اللي هي غنية بالشمس على وجه التحديد وطبعا بعض مساقط الرياح اللي بيمنعنا أو بيمنع العالم على أنه يعتمد بشكل كبير جدا على الهيدروجين الآن التكلفة اللي هي بتبقى مرتفعة مع أي تكنولوجيا جديدة ثم تنخفض مع الوقت مصبوط معالي الدكتور تمام أنا عايز بس أضيف حاجة صغيرة إن فيه تطبيق هام جدا بيهم جدا الدول العربية وبصورة خاصة الدول العربية الصحراوية إن عن طريق إنتاج الهيدروجين وتخزينه وممكن تسييله حتى أنا ممكن أنقل مصدر الطاقة ده لأي حتة أي منطقة نائية لا محتاج لشاكباكات كهرباء ولا بتاع ومن هناك أنا ممكن أعمل كل حاجة ممكن أنت الكهرباء ممكن أعمل تدفئة ممكن أطلع هيدروجين للعربيات ممكن أعمل منطقة اجتماعية كاملة باستخدام الهيدروجين ده فهو مفيد جدا في المناطق الصحراوية ومناطق النائية يعني ملحوظة بس أخيرا لأنه أنا واسق إن هجيلي تعليقات عليها اعتبار الطاقة النووية مصدر مظيف للطاقة محلي خلاف شوي أنا عارف رأي حضرتك على اعتبار أنه هو صحيح لا يولد ثاني إكسود الكربون لكن فيه مخلفات نووية بإحتاس العالم في تخزينها بعد كده فهي الأفضل أن احنا لو اعتمدنا شوية في تصنيف الطاقة النظيفة على الشمس والرياح مظبوط معنا الدكتور؟ نص مظبوط هي فيه نقطة واحدة في الطاقة النووية اللي هي مقلقة اللي هو الوقود المستهلك بتاعه لحد الآن ما عنديش وسيلة مثالية لتخزين هذا الوقود لكن في النهاية حجم الوقود ده قد إيه؟ مستودع مبنى صغير كده بحط فيه الحاويات اللي فيها الوقود لمية أو ميتين سنة لحد ما ناجي تحلي يعني جزير الشكر معنا الدكتور وشكرا لحضرتكم وطبعا لو فيه مزيد من الأسئلة عن الهايدروجين أو أبصادر التاقة الأخرى استأدنكم أن تكتبوا إلينا أكرر الشكر معنا الدكتور مرة تانية وإلى لقاء آخر بإذن الله